تركيا ولبنان والأردن والعراق تركت الحرب بصماتها في سوريا وخارجها بشكل واضح على اللاجئين على الصعيد الجسدي والنفسي تقدم منظمة أطباء بلا حدود الخادمات الطبية إلى اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة وتقع منطقة الرمثة في الأردن على بعد خمسة كيلومترات من الحدود السورية انفجر صاروخ بالقرب من رقية البالغة من العمر 14 عاما والموجودة حاليا في وحدة العمليات التابعة للمنظمة توفت من ديارتنا وانا استعبت شعور أنه ما علي حسيت أنه ما علي الجرين فقدين فقدت الواعي الدكتور علوش يعتني برقية هو نفسه كان قد نزح من العراق إلى الحرب الخليج في بداية التسعينيات عندما كنت نازحا لم أكن قادرا على توفير أي مساعدة طبية للنازحين جاءت منظمة أطباء بلا حدود وطلبت مني تأسيس عيادة كنت مسرورا للغاية بهذا الغرض وعدت نفسي بأن أرد الجميل حالما تتقدم الفرصة أنتجت المنظمة وثائقيا بشأن تدايات الحرب من أجل تحديد ملامح ثلاثة ملايين لاجئ يعرض الوثائقي عمل المنظمة ومعاناة مرضاها من خلال التركيز على يوم واحد في حياة تقيمها في العراق واللبنان والأردن